موسيقى صحية طيبة لكم مشاهدين الكرام اهلا بكم الى موعد النشرة الاخبارية واليكم عنوها انعقد اجتماع مجلس الوزراء برئاسة السيد عبد المجيد تبون الرئيس تبون يأمر بانجاز مصنع جديد لانتج الحليب بالعاصمة معهد باستور تسجيل ارتفاعا في عدد الاصابة بمتحور اوميكرون مكبو النفايات ببلدية بوعنداس يمثل هاجسا للمواطنين وتتبعون في النشرة المراجعة المنزلية فرصة لتدرك النقائس والتحذير للامتحانات دوليا نصابة كوفيد تدزايت بين افراد الفرق الولمبية القادمة الى بيكين وفي الورقة الرياضية الملاكمة الجزائرية ايمان خليف تنال المضالية الذهبية ضمن منافسة كأس المنتخبات للملاكمة بسربيا مصر تقلب الطاولة على المغرب وتتأهل لنصف نهائي كأس افريقيا التفاصيل اهلا بكم انعقد امس الاحد عبر نظام التحضر المرئي عن بعد اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة السيد عبد المجيد تبون وابرز ما تضمنه بيان المجلس عرض الوزير الاول لنشاط الحكومة في الاسبوعين الاخيرين كما قدم السيد الرئيس عرضا حول وضعية المشاريع العالقة في مختلف القطاعات واعلن وسط الجمهورية رفع العراقيل عن 915 مشروعا عن الحصيلة التي قدمت في مجلس الوزراء الاخيرة وتسليمها جميع الرخص الضرورية حيث تسمح المشاريع 915 بتوفير 52 و187 منصب شغل مباشر على مستوى 46 ولاية وعقب هذا العرض اعطى السيد رئيس الجمهورية التعليمات وتوجيهات الخاصة بعرض السيد وسيط الجمهورية كما تضمن الاجتماع برنامجه تطوير الأشجار المقاومة في قطاع الفلاحة ودعا إلى ضرورة تحسين الإطار المعيشية على مستوى الحياء الحضرية في قطاع البيئة أما في قطاع النقل فقد تمحور حول إعادة تقييم مشروع ترامويس طيفة أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالانطلاق فورا في إنجاز مصنع جديد لإنتاج الحليب بالعاصمة بقدرة إنتاجية لا تقل عن مليون لتر يوميا حيث اعتبر أن الانتاج الفلاحي قضية تابعة للأمن الغذائي للبلاد تقرير زميل أيمن بالهاتف جاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن السيد عبد المجيد تبون عقب ازتماعه لعرض خلال الاجتماع حول القطاع الفلاحي أعطى جملة من التعليمات من بينها الانطلاق الفوري في إنجاز مصنع جديد لإنتاج الحليب بالعاصمة بقدرة إنتاج لا تقل عن مليون لتر يوميا وكذر رئيس الجمهورية في تعقبه أن الانتاج الفلاحي يعتبر قضية مصرية ومسألة كرامة وطنية وأن البلاد تتوفر على كل الإمكانيات لرفع التحدي أعلن معهد باستور بالجزائر عن استمرار ارتفاع منحن عدد الإصابات بالمتحور وميكرون حيث أصبح يمثل 93% من مجموعة المتغيرات المنتشرة مقابل 7% بالنسبة للمتغير دلتا وأن هذه النسب تمثل بصفة خاصة الحالات المسجلة على مستوى مصالح الإنعاشة وأوضح المصدر قائلا أن 57% من الحالات المسجلة من متحور وميكرون تمثل السلالة الفرعية بيادو بينما تمثل 43% السلالة الفرعية بياءة كما شددها لضرورة الالتزام بالتضابير الصحية الوقائية الصارمة كالتباعد الجسدية وارتداء القناعي الوقائية محليا تحتوي بلدية بوعنداس الواقعة شمال ولاية الصيف على أكبر مكبل النفايات حيث يفتقد إلى أبسط شرط النظافة فقد أضحط الحيوانات من كلاب وقططة تشكل خطرا على الأطفال وتنقلتهم للمدرسة كما تسببت في العديد من الأضرر للمواطنين تغطية الزميل فوزي سعيداني هنا حيث تأن البئة أنينها العمق وتتحول الروائح الكريهة إلى روتين يومي ليتحول بعدها حي أزرار في بوعنداس إلى مكان غير صالح للعيش هو أكبر مكب نفايات في شمال ولاية الصيف أبسط ما فيه كلاب وحيوانات وحيوانات صارت تشكل خطرا على الأطفال وتنقلتهم للمدرسة سمم نقلت بعض المواطنين إلى أفرشة المستشفى وسمم أخرى نقلت بعضهم إلى مثواهم الأخير ليبقى هذا المكب أزمة حقيقية تكسر شوكة الواقع السحي والبيئي في بوعنداس إلى حين تأخذ السلطة قرارا رسميا من هذه الكارثة البيئية فلم يسلم من هذا المكب لم توسطته بن عمروي أحمد جواره ولا سكان قرية شرح ولا سكان قرية تكريكات خاصة من الأدخنة ساما ناجم عن احتراق المخلفات الصحية وبقائية البلاستيك التي تنتج غازة سمية سامة جدا تفتك بالبشر وتفتك بالشجر وتفتك بالواقع المعاش والواقع المرير الذي يعيشه السكان في هذا الحي السلام عليكم أي ثماء هورنا البروبلم في الدرس تيكري كير في زرار هورنا الابوبال هورس وعدت تسنين واربع سنين أي ثماء رواحة زرمت ون ون وقسم بالوزمير متنفس مذيي ننسى أي طفان القران يقليسي حشكم حش يقدرككم إيطان وزمير الندطن حتى القرية أمان ننسى آمان وزمير ملاهن تمثل فوحا رواحة زرم ونس Satan ونسى آمان ونسى آمان ونxes رجزن ونردين انتقلنا نثائف سن ونوين دبرد any ونساعدة أردد 저 دان البلادي يم بان دان الشباب يا السلام عليكم سوف أتسرجع السماء الإحمان أماما ممتاز وعينا كبيرا يتحرك ورده البول بعد خمسة عام سنة ويبدأ يمنحو يتحرك في ميال الحية ويستحرك ورده جيدا تحرك علينا القطة أجل الله سعيدًا لدينا أجمل المشروع لدينا مكتبة أجل الوزين بمعارضة التجارة طويلة مليار ثم سمع مليار ثم سمع هل من طبيب لداء التلوثي أو راقي يشفي علي لن أخا حزني وإراقي واقع مرير جدا هنا يتقسمه سكان حي إزرار ببلدية بوعدس بين جبال تملأها الأشجر وجبال جديدة تملأها النفاية قذرة وروائح سمة وكلاب ضلة واقع دفين في كواليس هذه المدينة الجميلة مدينة شاملستيف الواسعة نفاية لم تنتهي قصتها منذ سنوات وسكان يعانون ويشتكون غضب وإصرار كبير لإنهاء هذا الوقع كان معكم سعيداني فوزي مرسل قناة لايضاب تيفي من بوعدس بعد قرار تعليق الدراسة لأسبوع نظافية استغل تلميذ هذه الفطرة بالمراجعة المنزلية لتدرك مختلف النقائص للتحضير الجيد للامتحانة واللاستعداد لها خاصة وأن الفطرة كانت شبه طويلة تعطية الزميلة يبئدير يغتنم زكريا فترة العطلة في مراجعة الدروس والتحضير الجدي لفترة الامتحانات القادمة اسمي زكريا أدرس السنة الثانية أحب دراستي ندرس كل يوم ونجيب علامات مليحة يوميات وصال لا تختلف حالا عن زكريا عزيمة لتطوير مكتسبات بعض المواد وتدارك النقائص اسمي وصال أدرس السنة الرابع ابتدائي استغليت هذه العطلة في مراجعة دروسي لكي أحصل على علامات أفضل مما حصلت عليها سابقا ولكي أفرح عائلتي وصال وزكريا مثال للتلميذين المشتهدين والمثابرين لتحصيل نتائج عالية وجيدة باستغلالهما فترة التوقف الدراسي مما يجعلهما نموذجا يحتذى به أمام التلميذ دوليا سجلت الصين حوالي 114 إصابة بكوفيد خلال الأيام الأربع الأخيرة من افتتاح أولمبياد الألعاب الشتوية والتي ستستضيفها بكينا حيث أظهرت التحاليل التي أجريت عقب وصول أصحابها إلى المطار إصابتهم بالمرض مما دفع بسلطات الصينية إلى تشديد القيود وفرض حلقة مغلقة للفصل بين مختلف المشاركين والعاملين وأيضا وسائل الإعلام والجمهور وستسمح لهم الحلقة المغلقة بالتنقل بين مقر الإقامة والملاعب الأولمبية بوسائل نقل رسمية مع العلم أنه لا يسمح لهم بحرية التنقل في اللاماكيني العامة وإلى الورقة الرياضية حيث توجدت الملاكمة الجزائرية خلف إيمان بالمضالية الذهبية عن جدرة واستحقاق ضمن منفسة كأس المنتخبات للملاكمة والتي أزدل عليها السطار أنسى الأحد بسربيان وعلى خلفية هذا الفوز المحقق قام وزير الشباب والرياضة بتهنأة البطل العالمية قائلا ألف مبروك لإيمان البطل الصاعدة التي يعول عليها كثيرا في مواصلة نتائجها الجيدة وتشريف الراية الوطنية في مختلف الاستحقاقات والمنافسات الرياضية المقبلة إن شاء الله وبالتوفيق لمنتخب سيدة الجزائر للملاكمة ولكفة من سهم في تحقيق هذه النتائج ودائما في أخبار رياضة حيث تأهل المنتخب المصري إلى نصف نهاء كأس أمم أفريقيا بكرة القدم بعد فوزه على نظره المغربية بعد التمديد في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن الدور ربع النهائي من المسابقة ليكون الهدف الحاسم من توقيع محمد حسن بعد تمريرة على طبق من ذهب من صلاحة في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول إلى هنا نصل المشاهدين الكرام إلى ختم النشرة شكرا على كرامي ليصاي والمتابعة دمتم في رعاية الآن اشتركوا في القناة